تقول كثيرا ما أسمع عن ابن القيم وما هو سبب التوفيق الذي حصل له أختي الفاضل بارك الله فيك من أراد أن يعرف ابن القيم فليقرأ كتبه كتب علامة على علمه وعلى يعني تبحره في علوم الشريعة وخاصة علم المقاصد والأسرار والحكم في الشريعة الإسلامية فهو حقيقة توفيق من الله سبحانه وتعالى لكن ابن القيم رحمة الله عليه من العلماء الذين وفقهم الله عز وجل بفهم نصوص الشريعة وذلك من خلال مجموعة من الخطوات يظهر والله أعلم إخلاص النية وإصلاح الطوية التي عنده هذا يظهر يعني شيء مهم جدا وهو كثيرا ما يذكر هذه المسألة الأمر الثاني النزوع إلى نصوص الوحيين القرآن والسنة يعني الرجوع إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث العناية بفق الصحابة فتاوى الصحابة وهذا يتميز فيه رحمه الله تعالى الأمر الرابع فيما يظهر لي والله أعلم عدم التعصب الأعمى ولذلك هو ليس من المقلدة ولا هم من المتعصبين الذين سجنوا أنفسهم في قمقم التقليد ومن عتقوا عن مثل هذا الأمر لا هو يتخير بين الأقوال لماذا؟ لأنه ينظر في نصوص القرآن والسنة معه المكنة في مسألة الاستنباب الأمر الآخر المقاصد الشريعة وأسرار وحكم الشريعة تميز بها رحمه الله تعالى لذلك تجد سبحان الله لديه إشراقات عجيبة حينما يتكلم على بعض النصوص وبعض ويبحر في هذا الجانب يبحر حتى أنه أحياناً المسألة الواحدة يطيل النفس فيها إطالة الذي يقرأ ما يمل ما يمل من القراءة ولا يشعر بالوقت هو قد أطال فيها إطالة إطالة كبيرة كذلك مسألة التقدير والاحترام لأهل العلم يظهر الله أعلم أنه هذا سبب من أسباب التوفيق فهو يعني يرى أن لأهل العلم مكانه ومنزله ذلك يعني يقوم بتقديرهم وباحترامهم والإفادة منهم وتواضع تواضعه رحمه الله تعالى كذلك اللغة العربية التي عندهم قواعد اللغة هذه فهو يعني شاعر مفوه وشاعر مسقع ومتحدث مفوه ولديه منظومة يعني منظومات وليس منظومة واحدة تدل على أنه مستودع من مستودعات اللغة العربية وجميع فروعها هذا حقيقة يعني تطوافى سريعة وعجلة في قضية أنت سألت سؤال ممكن لما تقرأين في كتب تجد أنبئ إلى قضية هو سبحان الله العظيم طبيب يعني طبيب من أطباء القلوب وأطباء الأبدان فهو في علاجه للمشكلات الأسرية الاجتماعية الفردية الفكرية تجده سبحان الله الطبيب يعني هو يعطي الدواء يعني لما كتابه العظيم اللي هو الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أصله سؤال هذا السؤال نتج منه مصنف ومؤلف يعني ينتفع به الناس ولذلك هو يعالج أمراض القلوب يعالج كذا في المقابل له عناية بالطب الطب النبوي طب الأبدان مثلا غير طب القلوب ولذلك عنده مصنف اسم الطب النبوي استلة من كتابه العظيم زاد المعاد لذلك تجد له عناية في هذا الجانب بارك الله فيك